السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيخدم السيركي دينا هاتي درس اللي بعضه. هاتي درس هؤلاء بين. رمض را خد نايم باب هاتي. بخد نايمو اللي. بخد نايمو اقتل. احفزة جديد. في حد موجود يا جماعة معنا. كنتوك يا الله مش رحها بطول. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. نوران مصطفى. ما شاء الله. نوران ملتزمة جدا يا مستر حتى في الصيام. ما شاء الله عليك. من اكتر الناس بتحضر على طول نوران. ما شاء الله عليك. ربنا يا بارك يا رب. اخر حصة النهاردة يا مستر. واشوفكو على خير ان شاء الله السنة جاية بازن الله. لا انت معنا صح في جلوب التأسيس صح. عمر معنا في جلوب التأسيس الصح. عمر هنشتغل بعد العيد ان شاء الله على طول. ناكل الكحك والبسكوت والبتفور وهكي نكمل الشرح ان شاء الله. طيب واضح كده ما فيش حد هيك. هنشتغل عطول بازن الله. النهاردة احنا اخدنا قبل كده يا نوران. اخدنا اسماء الاشارة للمفرد هذا. وهذه. قلنا دي للمفرد المذكر. ودي للمفرد المؤنث. هذا للمفرد المذكر. وهذه للمفردة المؤنثة. هذا ولد ان شاء الله بازن الله. هذا ولد. هذا كتاب. هذا قلم. هذا بيت. هذا رجل للمفرد العاقل وغير العاقل. اتنين مع بعض. المفرد العاقل وغير العاقل. يعني. يعني ينفع اقول حيوان وينفع اقول انسان. تمام? ده مش موضوع الدرس. بس لكن لازم ناخد مراجعة اللي فات. هذا للمفرد المذكر. وهذه للمفرد المؤنثة. هذه بنت. هذه مروحة. هذه آآ كراسة. هذه آآ دراجة. تمام? طب يا مستر احنا عايزين نجمع. لو انا عندي آآ مجموعة من المذكر. وعندي مجموعة من المؤنث. وعايز اجمعهم على بعض. هقول ايه? هينفع اقول هذا رجال. هذا. اولاد. هذا تلاميذ. لا طبعا. مش هينفع اقول هذا رجال وهذا تلاميذ. اما اللي بناخد ايه? بناخد هؤلاء. الجمع بتاعهم الاتنين. هنريح دماغك اهو. مفيش بقى جمع مذكر وجمع مؤنث. لا. هناخد ايه? هناخد هؤلاء. لكن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احمد ابراهيم فضل. لكن هؤلاء للجمع العاقل بس. خد بالك. احنا قلنا قبل كده. هذا وهذه. هذا للمفرد المذكر والعاقل وغير العاقل. تمام? وهذه للمفرد المؤنثة العاقل. طيب. الجمع بتاعهم الاتنين بناخد ايه? بياخدوا هؤلاء وبس هنا مفيش بقى جمع غير عاقل. لا جمع عاقل بس. البناء ادمين بس. زي ايه مثلا? هؤلاء تلاميذ. هؤلاء اولاد. هؤلاء مهندسون. هؤلاء اطباء. ده مذكر. طيب مؤنث برضو نفس الحكاية. هؤلاء تلميذات. لاتنين الجمع واحد. هؤلاء بنات. هؤلاء مهندسات. هؤلاء طبيبات. تمام? يبقى هذا للمفرد المذكر. عليكم السلامة الله بركاته يوسف الجهري. هذا للمفرد المذكر وهذه للمفردة المؤنثة. جمع الاتنين الجمع العاقل بس. خد باش نحن اخدنا هذا للمفرد العاقل وغير العاقل. لا. هؤلاء للجمع العاقل بس. تمام? هؤلاء تلاميذ. هؤلاء تلميذات. للجمع العاقل بنوعيه. يعني مذكر او مؤنث. هؤلاء تلاميذ. وهؤلاء تلميذات. هؤلاء اولاد. وهؤلاء بنات. هؤلاء مهندسون. هؤلاء مهندسات. هؤلاء اطباء. وهؤلاء طبيبات. طيب. في جزئية هي مش عليكم. بس خدها. طيب لو انا عندي جمع غير عاقل يا مستر. هناخد ايه? لو انا عندي جمع غير عاقل. انت خلاص عرفنا المفرد بناخد ايه? المذكر. المفرد المؤنثة بناخد ايه? الجمع بناخد ايه? طيب لو انا عندي جمع غير عاقل انت حالتيتي هنا الجمع العاقل بناخد مع هؤلاء. طيب لو عندي جمع غير عاقل. لو انا عندي مثلا اسود. ابواب. اقلام. منازل. مدارس. ده كله جمع وجمع غير عاقل أي حد غير الإنسان سواء حيوان أو نبات أو جمال طب لو أنا عندي جمع غير عاقل هستخدم إيه ينفع أقول هؤلاء أسود هؤلاء أبواب هؤلاء أقلام هؤلاء منازل هؤلاء مدارس هاخد لهم هذه هذه مش للمفرد المذكر للمفرد المؤنثة وكمان للجمع الغير عاقل هذه أسود هذه أبواب هذه أقلام هذه منازل هذه مدارس يبقى خلاص الكلام هذا للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل عاقل وغير عاقل تمام يعني هذا أسد وهذا رجل هذه للمفردة المؤنثة العاقلة زي هذه بنت هذه أمي هذه أختي هذه معلمتي طيب الجمع العاقل الجمع العاقل الجمع المذكر المؤنث لتنين بياخدوا مين؟ بياخدوا هؤلاء هؤلاء بنات هؤلاء تلاميذ هؤلاء مهندسون هؤلاء أطباء هؤلاء فلاحون هؤلاء فلاحات تمام؟ طب أنا عندي جمع غير عاقل يبقى هاياخد مين؟ هاياخد هذه هاياخد هذه لسه عندك هاتين وهذان لكن مش عليك السنة ده خالص ولا حتى هذه عليك بس أنا قلت أقولها بالمرة النهاردة درس النهاردة بتكلم على هؤلاء أنا رجعت لك هذا وهذه وخدت معاهم كمان الجمع الغير عاقل معارفة لما ييجي وقتها إن شاء الله السنة الجاة وتاخدها بإذن الله ده بالنسبة لأول هو أسماء الإشارة هؤلاء تيجي مع الجمع العاقل الجمع بنوعيه سواء مذكر أو مؤنث وعرفنا المذكر يعني قبل كده ومؤنث يعني إيه طيب الدرس اللي بعده مهم جدا جدا التعبير عن الصورة بجملة التعبير عن الصورة بجملة وده مهم جدا جدا لمنهج سنة تانية ازاي أعبر عن صورة بجملة احنا هو الراجل جاب لي الفعل الماضي وجاب لي الفعل المضارع وجاب لي أسماء الإشارة وجاب لي ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وأسماء الإشارة تمام وجاب لي حاجات كتير جدا في التعبير ده كله الاساليب والتراكب دي بتعرفني ازاي اعبر عن كلمة عامل زي امو ازو ار وعمل زي المضارع والمستقبل نفس الحكاية الواحد بياخد جرامر فبيعرف يعمل جملة هو بيديني الفعل الماض والفعل المضارع وهؤلاء ونحن واه عشان اعرف اعمل جملة ان السنة دي السنة الجاة تكتب قصة بازن الله تمام التعبير عن صورة بجملة طيب ايه المطلوب مني في الدرس ده مطلوب مني هنا ان انا اشوف الصورة واوصفها باسلوب انا تمام? او ممكن اسلوب انا غير اسلوب مساء الخير يا جروني ممكن اسلوب انا غير اسلوبك انت التعبير بالذات او التعبير الكتابي بالذات مش مرتبط فيه باسلوب معين تمام? يعني مش زي مسلا اه اه فيه يعني ايه? يعني فيه مرونة. مش زي مسلا في الانجليزي الزمن ده هنا فيه اسر دي بياخد ياخد مول بصريف تاني فيش حاجة كده لأ هنا عندنا في الكتابة هو بقول ايه اكتب اسلوبك عبر برأيك فرأيي غير رأيي غير رأيي غير بس هو بيشترط عليه شرط واحد استخدام باستخدام الفعل الماضي باستخدام الفعل المدارع تمام? باستخدام اوصف الجملة اللي قدامي يعني ما ماسبش الصورة اللي قدامي وروح اقولي حاجة تانية يعني اول صورة جيب الفلاح مسك فأس وعمل يعمل في الارض تمام? انا هقول ايه يزرع الفلاح الارض ينفع اقول زرعة لا ما نفعش تقول زرعة ليه? ان الراجل شغال حاليا. فهنا فيه فيه معايير وفيه حاجات ما ينفعش تتعدها وachenتخطاها. ايه هي? يزرع الفلاح الارض. ممكن انا اقول ايه يسق الفلاح الشجرة. الراجل وا havia عند الشجرة وبيسق الشجرة. ممكن انا اقول كده في التالي انا صح وانت صح انت قلت يزرع فعل مضارع وانا قلت يسقي او يروي فعل مضارع خلاص يبقى الصورة او التعبير الكتابي مش لازم كلنا زي بعض لكن في معايير وفي اساسيات لازم ناخد بالنا منها الراجل جاي بصورة واحد شغال حاليا ما ينفعش اقول زرع الفلاح الارض ما ينفعش اقول زرع الفلاح الارض يبقى انا كده غلط انا ما وصفش الصورة انا بوصف حاجة تانية الصورة التانية جايب لي ولد بيرفع العلم يبقى يرفع الولد العلم يرفع الولد العلم ليه فعل مضارع عشان الولد لسه رافع دلوقتي seven wam? لسه رافع العلم في ايدو دلوقتي. تمام? جايب لي بعد كده البنت بتتكلم في في التليفون و جايب لتصورة تتحدث البنت في الهاتف. ممكن يقول تتحدث البنت في الهاتف تتكلم البنت في الهاتف. تمام? لازم اعبر عن الصورة دي كلها افعال مضارعة طيب. عبر عن الصورة بجملة في فعل ماضي يبقى ده الشرط اللي انا ايه جيب لي اول صورة ام شايلة ابنها الصورة التانية ولد نايم الصورة التالتة الاولاد بيعوموا في البحيرة بس هو هنا اشترت علي قال لي عبر عن الصورة بجملة بها فعل ماضي منكش بقى علوقة بقى الصورة شغالة حاليا واللي مش شغالة لا هو اشترت علي اشترت ايه علي طيب هنا اول صورة جايب لي الام ومعها ايه ابنها ممكن اقول حاجات كتير جدا جدا حملت الام ابنها يعني شالته يعني تمام داعبت الام طفلها بتضحكوا يعني عليكم السلام يا شهد تمام ضحك الطفل تمام يبقى انا عن ثلاث جمل التلاتة استخدام فيهم الفعل الماضي تمام والتلاتة صح انت كتبت واحدة وانا كتبت واحدة وكتب واحدة كلهم صح المشكلة عندي لازم استخدم الفعل المضارع الماضي طيب هنا جيب لي واحد نايم هقول نام الطفل نام الطفل لازم استخدم الفعل ايه المضارع او نام الايه نام الولد نام الطفل او نام الولد طيب هنا جيب لي اطفال بيلعبوا في حمام السباحة ممكن اقول لعب الاطفال في الماء او لعب الاطفال بالكرة تمام يبقى انا كده استخدمت الفعل ايه المضارع مهم جدا جدا الدرس ده عبر عن الصورة بجملة بفعل مضارع تاني احنا قلنا اخدنا الفعل الماضي والفعل المضارع الفعل الماضي زمن او حدث حدث فين في زمن الماضي المضارع بيحدث فيه دلوقتي طيب المعلم هنا بيعمل ايه عالصبورة ممكن استخدم حتى يشرح المعلم الدرس او يكتب المعلم على الايه السبورة تمام ممكن استخدمها بامريم يشرح والتنين صح المعلم الدرس او ممكن اقول يكتب المعلم على السبورة انت عملت يشرح وانا عملت يكتب احنا غلط لأ ليه لان انا بعبر بقول اللي جوايا انا شايف بيشرح انا شايف بيكتب اي نعم في صور ما ينفعش يعني زي الولد النايم ده ما ينفعش انت تقول رأي وانا اقول رأي هو نايم خلاص يبقى نامة ما ينفعش احنا نفتي فيه انا وانت خلاص الجملة التانية في طبيب يبقى فيه اه اه مريض على السرير هتعبر عنها تقول ايه تمام يعالج الطبيب المريض تمام او يضحك الطبيب مع المريض تمام الجملة التالتة البنت بايه بتدخل من الباب تمام تدخل البنت الى البيت او او تدخل البنت من الباب تدخل فعل مضارع بتدخل دلوقتي ما ينفعش اقول دخلت دخلت ده فعلا ايه ماضي ما ينفعش اقول زار الطبيب ده يزور الطبيب يعالج الطبيب من فعش اقولي عايا لجاه عايز فعل ما ضارع بيحدث دلوقتي تمام عبر عن الصورة التالية بجمل من تعبيرك تمام هنا سبها لي مفتوحة بجمل من تعبيرك لا قال لي ماضي ولا قال لي مضارع هنا الام بتنظف بتكنس في الارض هتقول ايه لازم اراعي اللغة العربية الفصحة في الكلام يعني انا عندي بنت قالت لي تكنس الام ال ايه ال البيت بلاش تكنس خليها تنظف الام البيت تنظف الام البيت خلي اللي هو العربية الفصحة حضرة هنا شوية ما ينفعش اقول تكنس خليها تنظف الام ال ايه البيت هنا الراجل ده بيعمل ايه واحد عرب بيعمل ايه هناخليها يرتب الالعاب يرتب الالعاب hai بنو لعبه سابل الالعاب فيه بيرتبها ايه مكانه هنا اولاده جمع يلعب التلانيز يبقى فيه معايير دي صورة جماعية. ما نفعهش أقول يلعب الولد بالكرة او يلعب التلميز بالكرة? لا. يلعب التلانيز يلعب الاولاد هيدي المعايير اللي بتكلم عليها. فعل ماضي فعل مضارع. استخدام الفعل مناسب مع الجمع واستخدام الجمع واستخدام لايه? المفرد. يبقى تنظر في الام البيت يرتب الالعاب يلعب الاولاد بالكرة. لازم جمع. لعب مع طفلك كنت بكس صورة من المجلة والسكة هنا ثم عبر عنها بجملة. مهم جدا تعبير عن الايه? جملة. ده الدرس الايه? التاني. هنا بقول لي حول الفعل الماضي الى المضارع للماضي. يلعب? هتوب بقى ايه? لعب الطفل في الحديقة. تستمع التلميزة تستمع التلميزة للمعلم. هتوب بقى ايه? استمعت. تستمع دلوقتي يبقى استمعت. استمعت. تمام? حول فعل الماضي المضارع. ساعدت البنت امها. عايزة دلوقتي بايه? تساعد البنت امها. شطرة. تساعد دلوقتي حالا. البنت امها. سلم المدير على الفائزين. عايزة دلوقتي. عليكم السلام محمد الحمد الظاهر. ها? تسلم البنت على معلمة هاتف. لا تسلم تسلم ايه? سلم المدير على الفائزين. يسلم المدير على الفائزين. فعل ايه? فعل مضارع. اقرأ ثم اصل للجملة بصورتها المناسبة. اقرأ اقرأ كتابا. ده فعل امر يا شباب. مش عليكم السنة دي. تقرأ. ده فعل. عندنا انواع تلاتة من الفعل. فعل ماضي. فعل مضارع. فعل امر. فعل ماضي حدث في الماضي. فعل مضارع يا حزبتي. فعل امر. عندكم في سنة تلتة. بطلب منك طلب. هو كده. وصفه كده. طلب طلب من شخص الناب. اقرأ كتابك. اقرأ حالا. ده فعل امر. بأمورك تعمل حاجة. صلي. زاكر. تمام? نلعب باللعب. باللعب. تمام? عادة المسافر. ده كلها وصلها. وصلها بالايه? وصلها بالصور. اكمل الجمل التالية بالفعل مناسب ياخد نظفة حكم يدافع. جيب لي افعال مواضي. افعال مضارع. بقول لي استخدمها كويس. نقط العامل الشارع. هقول ليه? نظفة العامل الشارع. نقط السائق السيارة. يقود دلوقتي فعل مضارع. القاضي بالحق. يبقى حكم القاضي بالحق. يدافع الجندي عن وطنيه. رتب الكلمات التالية لتكون جملتين مفودتين. معلمون مشتهدون هؤلاء. يبقى هؤلاء معلمون مشتهدون. دايما الاسم الاشارة ضمير المخاطب ضمير رغب تبدأ بيه اول حاجة. سهلها عن نفسك. عندنا في الانجليز دي مسلا لما تلاقي تقول لك رتب جملة بتدور على لو في كلمة او كلمة او كلمة او كلمة تمام. اقرأ مضارع مفتوحة مفتوحة. تمام. يبقى مضارع مش امر. اقرأ كتابا. فعل مضارع مش امر. شكرا انجازيان موامي احمد. فعل مضارع مش ماضي. اقرأ انا ريتها اقرأ. فعل الامر. تمام? فعل مضارع اقرأ اقرأ كتابا. واحد بيقرأ كتاب دلوقتي. فعلا فعل مضارع مش فعل امر. طيب. نقول ايه? اه. عندك اسم اشارة عندك ضمير متكلم ضمير غائب ضمير مخاطب. هتبدأ بيه في الاول. هنا اول حاجة ايه? هؤلاء. فاضل عندي كلمة معلمون وكلمة مشتهدون. يبقى هؤلاء معلمون مشتهدون. تلميزات هؤلاء نشيطات. يبقى هؤلاء تلميزات نشيطات. حول الجملة التالية من المفرد الجمع. هذا معلم بارع. هذا معلم بارع. ركز معي في التحويل. هذا معلم. وبقول لي حول المفرد الى الجمع وغير ما يلزم. هذا احنا عارفين جمع هذا ايه? ها? هؤلاء. طب ينفع. احنا قلنا هذا بتيجي مع المفرد. وهؤلاء بتيجي مع الجمع. ينفع اقول هذا معلم ماشي. ينفع اقول هؤلاء معلم? لا. هقول ايه? هؤلاء معلمون. تمام? طب اين فاقول هؤلاء معلمون بارع? لا هؤلاء معلمون بارعون. تمام? يبقى مش هغير بس اسم الاشارة? لا هغير باقي الجملة. هغير باقي الايه? الجملة. تمام? هذه فلاحة عايزني اخليها جمع. طيب احنا عارفين جمع ايه? احنا قلنا هؤلاء للجمع المفرد المذكر والمؤنث. هذه فلاحة. عايز اجمعها. جمع هذه ايه? هؤلاء. وجمع فلاحة? فلاحات. تمام? ده جمع مذكر مؤنث سالم. لو اخره الف وتاء. تمام? ده بالنسبة لي درستين. عبر عن الصورة التالية بجمل من تعبيرك. تمام? عندك تلميزة وتلميز وعندك المدرسة في النص. تمام? عايز جمل منك انت. اي جمل تكتبها صح. تمام? بس مراعاة هتلاقيها في سنة ثانية كده يبلك فوق ده. مراعاة العلفاظ السليمة والاملاق الصحيح والترتيب الترتيب الزمني او ترتيب الجمل. يعني ان فاش تحط فعل قبل الفعل وفعل قبل الفعل. لا فيه ترتيب معي. هنا المدرسة ومعها التلاميز تسأل المعلمة التلاميز او تسأل المعلمة وتجيب البنت تمام? يستمع التلميز استخدم الايه? الافعال اللي انت اخدتها قبل كده. تمام? ده بالنسبة للدرسة التانية. وباخدنا كلمة هؤلاء النهاردة هؤلاء الجمع العاقل المذكر والمؤنث. هؤلاء تلميز هؤلاء تلميذات هؤلاء فلاحون هؤلاء فلاحات هؤلاء بنات هؤلاء اولاد. الجمع العاقل الاتنين بياخدوا هؤلاء. تب جمع الغير عاقل بياخد هذه. هذه اقلام. هذه اشجار. هذه بحار. هذه انهار. هذه اه بيوت. هذه منازل. هذه اقلام. هذه كتب. هذه اسود. هذه قرود. هذه كلاب. هذه كطط. يبقى الجمع الغير عاقل بياخد مين? بياخد هذه. واخدنا ازاي نعبر عن جملة وسهلة جدا وصعبة جدا في نفس الوقت. ما بتجيش حفظ. بتحتاج تدريب. كل ما انا شغال هقول اعبر اعبر لعندي الملكة دي ما تيجي عندي. تمام? انت النهاردة بتعبر بجملة. تمام? بعد كده حيكون موضوع اكبر من كده. طيب. بعد كده نشيد اصحاب في القلب. بقى كم درس? بقى النشيد صدقاتنا اهم. هنخلص ان شاء الله النهاردة العربي بتلوش. بس. بقى درسين ده هنخدهم النهاردة بازن الله. وانت لما تجي تزاكر بيزاكر براحتك بقى ليه? الدروس. كم بتهاقولها انت عارفها وتعبر في صورة مش محتاجة مذاكرة. ومحتاجة بس تكرار. طيب. بقول لي اصحاب في القلب. اصحاب في القلب. اصحاب ده اسم ايه? اسم جمع. مفردها صاحب. في حرف جر القلب اسم مفرد. اصحاب في القلب. اصحاب ديت اسم جمع. في حرف جر القلب اسم مفرد وكمان الليام كامرية. اصحاب فيها تنوين بالضمن وفيها مد بالالف. بقول لي لنا في الحي هقرؤه الاول باع كده نشرحه لنا في الحي اصحاب اصحابه وهم في القلب احبابه ونسأل عنهم دوما اذا مرضوا وان غابوا فتجمعنا محبتنا محبتنا ومدرسة والعاب لنا في الحي اصحابه وهم في القلب احبابه. الشعر بقول لنا يعني لدينا او عندنا كلمة لنا معناها لدينا او عندنا وتعلم ان انت تعرف تجيب معنى الكلمة من سياق الايه? من سياق الكلام. عشان انما يجي قدام بعد ايه كده يقول لك اشرح البيتين باسلوبك. فانت ما ينفعش احفظ احفظ شرح. انا ضد ان انا احفظ شرح. زمان بتلاقي كده الشرح بتاع الابيات. شرح الابيات. فأنا كنت دايما بقول لي تلاميذي ما تحفظ شرح. انت بتشيل الكلمة وتحطي معناها. بتشيل الكلمة وتحطي معناها. وبتحط اللمسة بتاعتك والكلمة اللي ملهاش معنى بتنزلها زي ما هي. تمام? تمام? يعني كلمة مصر التي في خاطري وفي دايما. مسلا. مصر بنزلها زي ما هي. في خاطري يعني في وجداني. ما نفعش كلمة مصر كلها معنا. بتنزل زي ما هي. هو ده الشرح البيتين. والشرح زي نفس الحكاية. زي وزي التعبير عن صورة الشرح. ايا كان. تعبيرك بتاخد درجة. لان هو بقول لك اشرح البيتين باسلوبك. لنا في الحي اصحاب. لنا يعني لدينا او عندنا. في حرف جار تنزل زي ما هي. الحي يعني المكان اللي احنا عايشين فيه. المكان اللي احنا عايشين فيه. عايشين في قرية. عايشين في شارع. عايشين في مدينة. عايشين في المكان اللي احنا فيه ده اسمه حي. اكيد انا عارف جاري وده عارف جاري. المكان اللي احنا فيه الحيز ده عارفين بعض. عايشين في العمارة سكنية. اكيد عارف الجار اللي فوق مين. وجار اللي تحت مين. وجار اللي جنب مين. وجار. اكيد بننزل في وقت في تحت في المكان قدام العمارة. بايه نوع. ده اسمه حي المكانة اللي احنا عايشين فيه. اصحاب طبعا مش محتاجة شرح. اصحاب يعني اصدقاء لنا في في المكان الذي نعيش فيه اصدقاء. وهم ده اسم او ضمير غائب للجامعة ما خدتهاش لسه انتخدته هو وهي جمعهم للعاقل هم وهن للجامعة الجامعة الايه المؤنث المؤنث. وهم في القلب احباب وهز واصحاب دول في القلب دول احباب يعني انا بحبهم يعني. تمام? ونسأل عنهم دوما. نسأل عليهم دوما يعني دائما باستمرار كل يوم يعني. تمام? ونسأل عنهم دوما يعني دائما اذا مرضو وان غابو. يعني انا عندي بننزل مثلا في الحي او في المكان اللي احنا فيه بنتقابل يوميا او كل يومين فالنهاردة انا ليه صاحب معين ما شفتهوش. تمام? اكيد هسأل عنو لان انا متعود انه اقابلني كل يوم. اكيد لا تتعبان يا ايه يا غايب اكيد في عنده ظرف. اما اذا مرضوا وان غابوا. تمام? فتجمعنا محبتنا. احنا بنتجمع عشان احنا بنحب بعض. مش عشان اي مصلحة تانية. فتجمعنا محبتنا ومدرسة والعاب. محبتنا ومدرسة بنروح مع بعض المدرسة ولما نيجي نلعب مع بعض كمان بايه? بنتجمع. يعني بنتجمع عشان بنحب بعض. وكمان في المدرسة ووقت اللعب. لنا في الحية اصحابهم وهم في القلب يا حباب ده تكرار البيت الاول. طيب. الدرس ده في حية كتير جدا. لنا يعني لدينا ودي جمع في حرف جر الحي. آآ آآ لم كامرية. وهنا الياء عليها شدة وكسرة. الحي. تمام? اصحاب اسم جمع ومد بالالف. وهم ضمير غاب. في حرف جر القلب اسم مفرد لم كامرية. احباب على وزن اصحاب. كلمة احباب على وزن اصحاب. احباب اصحاب ابواب كتاب. احنا قلنا كلمات على نفس الوزن بتنتهي بنفس الحرف. ونسأل عنهم. نسأل فعل مضارع ومستمر معي. انا مش هسأل دلوقتي بقى. بسأل زي ما قلنا الحصة اللي فاتت تنام جنا مبكرا. كل يوم بتنام. مش النهاردة بس هتنام بدري. لا ده كل يوم وعمرها كل هتنام بدري. نسأل عنهم. نسأل فعل ايه? فعل مضارع. نسأل فعل مضارع عنهم دوما فعل ايه? ده تنوين بالايه? بالفتح. اذا مرضوا مرضوا فيها مد بالايه? مد ماري دو. مد بالواو. تمام? كم دي مهمة? ماري دو. حد هيقول لي يا مستر دي مد بالالف. حد هيقول لي دي مد بالالف. تمام? حد هيقول لي دي مد بالالف. لا دي مد بالواو. اما الالف ده يا مستر اللي هو عليه حركة ولا هو عليه حاجة ومفروض يكون مد بالالف. لا ده ده اسمه الف الجماعة. ده اسمه الف الايه? الجماعة. عشان احنا بتكلم بصغط الجامعة كلهم يعني. لكن دي مات بالايه? بالواو الضاد المادة اهو والممدود اهو. الضاد والواو ماري دو دو. ده ما لكش علاقة بيه. ده اسمه الف الجماعة. تمام? هو بتحط معهم في المقطع او بتحط معهم في المقطع. لو انا هقطع هعمل كده. ما ري دو. تمام? عشان بس ما حدش يطلخبط. تاني. ده اسمه الف الجماعة. لكن بيتحط مع المقطع ده مات بالواو مش مات بالالف. ماري دو اهو مات بالواو دو. طب الالف انا ما قلتوش لوحده ولا باين اصلا في الكلمة. على انه الف الجماعة. ده الف الايه? طب لما اجي قطع لو حد يجي تفزلك عليه كده وقال ما عمل لك كلمة زي ديت. تمام? هتعمل له ايه? لا هقول له الالف مع الضاد ومع الواو مع مات بالالف. ليه? ما انا قلتهم كلهم في نفس واحد. ماري دو. كلهم مقطع واحد. دو. تمام? وان غابو زيها بالزبط هي كمان الف الجماعة ومات بالواو وفيها مات بالالف في الاول. كلمة غابو فيها مات بالالف في الاول. غا. اه دي مات بالالف. بو. غا بو. بتعمل لهاش كده. انت مقلتوش غا بو اه. لا. والف الجماعة بتحطي مع الايه? مع المقطع اللي قبله. غابو. دي بقى مات بالالف. دي مات بالايه? بالالف. فتجمعنا محبتنا تجمعنا فيها مات بالالف. والنادية عيدة على مين عليهم? على اللي بتكلموا على الاصحاب بتاعته. ومدرسة. تمام? بتضمتها مربوطة. العاب. خد بقى كلمة العاب مش لام كامرية عشان ما تلاخبطش. هتقول يا ميسر ما احنا قلنا الالف واللام مع بعض اهو. العاب واللام منطوقة. احنا فيه شرط مهم جدا جدا في اللام الكامرية. ان الالف مع لهوش اي حركة. الالف. الالف وصل مع لهاش اي حركة. مش الالف همزة. تمام? العاب مش لام كامرية. ده اسم عادي والهمزة هي. اي نعم لاتنين مع بعض مقطع بس مش لام ايه? مش لام كامرية. عشان بس ما نقول لك استخرج ما تعملهاش ايه? لنا في الحية اصحاب. دي قلناها فوق وهم في قلب يا احباب. اكتب كده عندك استخرج من الدرس. استخرج من الدرس. هتبقى صعبة شودي. استخرج من الدرس اسم جمع. اسم جمع. اسم جمع. وادخل عليه هؤلاء واكمل الجملة. يعني ايه مسلا? انت هتجيب كلمة اصحاب. دي كلمة جمع. تمام? وهدخل عليه هؤلاء. يبقى هؤلاء اصحاب. كامل الجملة انت بقى. هؤلاء اصحاب مخلصون. هؤلاء اصحاب آآ آآ متميزون. زي ما انت عايز. هي صعبة شوية. تاني. هتختار اسم جمع. وتحط لي هؤلاء وتكمل الجملة انت من تعبيرك. تمام? استخدم آآ 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 استخرج اسم جمع عاقل زي ما احنا قلنا. واستخدم معاها هؤلاء. واستخدم اسم جمع غير عاقل. وحط معاه هذه. تاني يا جماعة عشان الناس مش فهم. هنستخدم فعل اسم جمع وندخل معاها هؤلاء ونكمل جملتنا عادي. وهنرجع. ناخد اسم جمع زي كلمة ايه مثلا زي العاب. هذه العاب وكمل جملتي. حط معاها اسم الاشارة المناسب لها. واضحة? تمام. استخرج لام كامورية. استخد استخرج لام كامورية. فيش لام شمسي. استخرج لام كامورية. استخرج حرف جر. استخرج لام كامورية واستخرج حرف جر. استخرج ضمير غائب. مش عليك بس ورضو يعرفها. استخرج ضمير غائب. استخرج اسم مفرد ثم ضعه في جملة من تعبيرك. نعم. هو دي? هخلط الحاسة اجيلي. نعم. عايز ايه? ماشا شكرا. شكرا. ماشا روح بقى طلع بره يلا عشان عايب. روح يلا يلا. يلا. يلا حس يلا. لأ. طيب. يا ما لو في حاجة مفرد. انا قلت ايه? استخرج اسم مفرد وضعه في جملة من عندك. استخرج اسم مفرد وضعه في جملة من عندك. من تعبيرك. عندك اسم مفرد عندك كلمة الحي. عندك عندك كلمة القلب. عندك كلمة آآ آآ مدرسة. حطها في هذه مدرسة جميلة. نعم نعم. ابل. ماشي. تمام? هتحط هتستخرج اسم مفرد وتحطه في جملة من تعبيرك. تستخدم اسم اشارة. تستخدم اي حاجة انت عايزها بس تحط جملة بتعبيرك. تمام? استخرج تنوين وبين نوعه. استخرج تنوين وانبين نوعه. استخرج تنوين وبين نوعه. استخرج كلمتان على نفس الوزن. استخرج كلمتان على نفس الوزن. هتجيب كلمتين على نفس الوزن. تمام? اي كلمتين انت عايزهم? شوف انت عندك ايه? يمكن مارضو غابو انت عايز. نعم. لا بتكتب سيها تكتب. تمام? يبقى استخرج كلمتين على نفس الوزن. ايه كمان? كلمة بها شدة وحللها. وكلمة بها سكون وحللها. كلمة بها شدة وحللها. وكلمة بها سكون وحللها. استخرج مات بالالف. ومات بالواو. مات بالالف ومات بالواو. ضمير المنتصل? لا ايه وصعب عليك وضمير المنتصل دي. كلمة تجمعنا يا جماعة وكلمة محبة ناة بتاعتنا احنا نسمو ضمير المنتصل. مش عليكم لأ. ايه تاني? ايه تاني? يبقى اسم مفرد واسم جمع والجمل بتاعتهم وتنويين بحرف جر. شدة وتحللها. سكون وحللها. كلمتين على نفس الوزن. تمام كده? كيف هي كده? ناخد بقى. هنا بقول لي تحت انشتركم اتنين اقرأ ثم ارسم دائرة حول الكلمات التي لها نفس الوزن. تمام? جيب لي كلمة احباب. بقول لي ايه الكلمة ايه الكلمة اللي من هنا? لها نفس الوزن. جيب لي اصحاب حي نسأل لنا قلب العاب. شوف انت ايه اللي على نفس الوزن بقى. ناخد بقى اخر حاجة معانا. القصة الموجهة صداقتنا اهم. اخر قصة معانا. ودي مش استماع. دي قصة موجهة. قصة موجهة هنكتبها ونتملاها. انا عارف الدرس النهاردة كطويل? نعم. معلش. تمام? احنا هوزحهم بقى. هنعدي العيد. والايه? انا عندي اربعة دروس النهاردة. هزاكرهم مع ابني. احنا قلنا شهر الاخير. محتاج فلترة شوية تاني. معك وقت تذاكر فيه بعد كده براحتك بازن الله. الدرس اسمه صداقتنا اهم. ودي قصة موجهة هنتملاها ونكتبها وفيها كل حاجة. صداقتنا اهم. باين من العنوان ان الدرس بتكلم عن الصداقة. الدرس بيتكلم عن الصداقة. در صداقتنا اهم. اكيد في مشكلة حصلت. بين الاولاد وفي الاخر. هنعرف ان الصداقة اهم من اي حاجة. تعال نشوف كده نقول ايه? بقول لي انا وزايدن نحب لعب لعب كرة القدم. عندنا شخص بيتكلم بيقول انا وزيد صاحبي بنحب لعب كرة الايه? هاتي يا شكرا. انا وزايد نحب لعب نحب لعب كرة الايه? القدم كثير. احنا نحب نلعب كرة قدم ايه? كتير يعني. وفي مرة كنت انا في فريق وزايد في فريق التاني. لسوق حظنا هناليا بنلعب مع بعض. لكن رحنا ملعب بلعب ناس تانية. الناس ايه. ازا ما حاب نعمل مع بعض كده. نكون بيلعب في السن ده بنروح الملعب. فيكون في اتنين مسلا في الفريق تقال. يعني تقال? تقال في اللعب. حريفة يعني. يعني مسلا نحنا نضرب مساء. انا وصحبي مسلا اسم حسيني. تمام? فالفريق ده بقول لا انت مش هتلعب انت وحسيني في فريق واحد. انت فريق هو فريق عشان الكافتين تبقى متسوية. تمام? ففي في لسوق الحظ هم الاتنين اقول لأ مش هلعب فريق واحد. انتو حريفة فكل واحد يلعب فين? الفريق لوحده. ففي مرة كنت انا في فريق وزايد في فريق التاني. انا كل مرة بنلعب مع بعض بس المرة دي بقى الفريق اللي بنلعب وما جايش بنعبنا مع بعض فانا رحت الفريق وزيد راح ايه راح فريق عيب تسابقنا انا وزيدن على الكرة بنلعب عادي بنتنافس والكرة قدامنا كل واحد بيجري عشان يسجل هدف تسابقنا انا وزيدن على الكرة وكان هدفي ان احصل عليها ولم اهتم باحد كل اللي كان في دماغي ان انا اجري اجيب الكرة ماليش بقى علاقة ان ده صحبي ولا زميني ولا انا بحبه لا احنا في الملعب محدش يعرف ايه حد تعال نكمل فجأة سقطت على الارض اللي بتكلم بقول وانا بجري وكان كل همي اجيب الكرة واعت على الايه واعت على الارض واعت على نعم معلش سقطت على الايه على الارض يعني واعت على الارض فوجدت يدا ممدودة تساعدني في الوقوف ببص كده اتحدي مدد ايده عشان يوقفني تمام فاذا هو زيدن هتطلعك برا يا لما بيجروا هم الاتنين على الكرة فالولد اللي بيحكي ده وقع على ايه وقع على الارض بعد ما وقع على الارض لقى احد بايه طلع برا يا لدي انا هي عزي يقسم ده القلم ده القلم خلال ده العزي حص على خير وقع وقع ماشي وقع على الارض فايه ليه ايه يقد بتمدله مين هو صاحب وزيد اللي كان هم الاتنين بيتنفسوا على ايه على الكرة تعجبته كثيرا استغربت الزيد دلوقتي هو كان بايه كان بنفسني على الكرة ولما وقعت بيعمل ايه اوقات بيحنا في الملعب الواحد بياخده الحماسة ممكن يخبط حد يوقع حد غصبا عنه لكن بعد كده بيعتزر تعجبته كثيرا انه ترك فرصة الحصول على الكرة واهتم بيه يعني ايه يعني لو هو سبني واقع وخد الكرة وراح يجيب هدف كان احرز هدف لكن هو واقف زي ما حد نشوف في الملعب كده لو حد واقع من اللعبة بيخرج الكرة برا فهو تعجب بقول زي انا وانت كنت سابع على الكرة وانا وقعت معك فرصة تاخد الكرة تجيبه هدف وقفت وقفتين ازاي هو بتعجب يعني تعجبته كثيرا انه ترك فرصة فرصة الحصول على الكرة واهتم بيه قال زيد هل انت بخير وكلمة هل بنجاوب عليها ايه بنعم او لا هل انت بخير فنظرت اليه باحترام من تقدير بسطلو كده وانا باحترمه عشان استنى لما وقفت ما رحش جاب جول وقلت نعم خد بالك هل نعم قلت هل انت بخير نعم يا زيد انا بخير وكلمة يا زيد دي اسمها اسلوب اسلوب نداء ده لا يعني ده يا زيد اسلوب ايه اسلوب نداء اسلوب نداء يا زيد اسلوب ايه اسلوب نداء هو قال له هل انت بخير بعدين قال له ايه قال له نعم بنجاوب على الهل بنعم ويا زيد ده اسلوب ايه اسلوب نداء ثم سألته كلمة ثمة من كلمات الترتيب الزمني دي هتاخدها ان شاء الله السنة الجاي عشان لما تيجي تكتب القصة بقى. يعني ايه ثم دي? يعني لما نكتب الحصة السنة الجاي مسلا طريقة عمل القرز. الدرس ده درس غريب جدا 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 جدا. وفجأت ان الناس اخدوا كان لسه الكورونا ما انتشرتش. اخدوا القرز معهم واخدوا البتجاز والمعلمات شرحت الدرس ده للطفل كأن الدرس جاي عشان يعرف الطفل يطبخ القرز. والله الدرس مش جاي كده عشان كده. الدرس جاي عشان نستخدم فيه المضارع وادوات الترتيب الزمني. اولا نحضر اناء ثم نضع به الرز بعد ذلك نضعه على النار. واخيرا نضع الزيت والملح ونقلب. استخدام كلمات الترتيب الزمني اللي هي اولا بعد ذلك ثم واخيرا واستخدام الفعه المضارع. نحضر نشغل نضع نقلب نجهز نسكب ده هنخدد السنة الجاية بازن الله. عندنا وصفة العصير المنجة وعصير الفراولة ووصف ماشي. وصفة طبخ الرز. الدرس مش جاي عشان نطبخ رز او اعلم الطفل هو يطبخ. هانا طالع براي هانا عشان نحصل. حتة حتة الموم حتة الموم حتة الموم. خدي خدي ادي الموم. ادي الموم. فكلمة ثم هنا من ادوات من كلمات الترتيب الزمني. كلمات الترتيب الزمني. ثم سألته بعد ذلك يعني هل تركت فرصة الفوز من اجلي? انت يا زيد سبت الكرة وتحطي هدف وتفوز عشان خطري انا? هل? اكيد هيقول له نعم او لا. فقال زيد نعم فصداقتنا اهم 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 من الفوز. الشاهد من الدرس بتكلم عن الصداقة. انه طبعا بتنافس داخل الملعب لكن في الاول في الاخر في صداقة لازم نحافظ عليها زيد. والولد ده هنقول اسمه ادم مسلا او احمد زيد واحمد بيلعا مع بعض دايما لكن الحظ المرة دي هو كان في فريق وزيد في فريق بيتسابوا على الكرة هم الاتنين بيجروا فراح احمد واقع فزيد ساب الكرة وسب الفرصة وما هموش الفوز ووقف اخد مين? اخد بييد صاحبه فصاحبه بيسأله انت ازاي تسيب الكرة والهدف وفرصة الفوز وتوقف عشان خطري? قال له ايه? صداقتنا اهم والصداقة طبعا مهمة جدا 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 يا شباب طبعا اه 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 اكيد مفيش اختلاط ومفيش اختلاط عندكم دلوقتي تمام? فمش هتحسوا بالكلمة دي الوقتي يعني ما تروحش المدرسة ما بتقعدش مع 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 زميلك تمن ساعات سبع ساعات في المدرسة وبتروح اتنين وبترجع تقبل تانين في المدرسة فالكلمة دي بالنسبة لك انت ما اعتقدش لسه هتكون تكونت قوي الصداقة حد معاك حد زميلك صاحبك تمام تدعو مع بعض تذكروا مع بعض بتخافوا على بعض ان حد يغاب بسأل عليه بخد بالك الدرس مع النشيد بالزبط هم اللي اتنين مرتفعين بعض بسأل عليه دايما تمام ويه اللي يزعلوا يزعلني واللي يفرحوا يفرحني بنشد مع بعض لكن في الاخر الصداقة ايه اهم الصداقة اهم طيب هنا بقول لي اقرأ ثم صل تعجبته كثيرا صداقتنا اهم نحب لعب كرة القدم هتوصل الصورة بالايه بالجملة اقرأ ثم تخير كلمة مناسبة سهلة كمان اقرأ ثم رتب كلمات لتكون جملة مفيدة ده مهم تركته هل الفوز اجلي من فرصة هتكون دي تعمل جملة هل دايما اسلوب الاستفهام ببدأ بيه الاول سواء في العربي او في الانجليزي تمام هو كلمة هل انا انا اقرأ كلمات كلها كلمة كلمة هاخد كلمة هل وابدأ بيها وابدأ ابني عليها الجملة هي جملة طويلة شوية ورخمة هل تركت الفوز من فرصة الفوز من اجلي وحطت علامة استفهام في في الاخر وجدت ممدودة في تساعدني يدا الوقوف وجدت يدا ممدودة تساعدني في الايه الوقوف بعد كده ما اتخلص بقى خلاص ان شاء الله الدروس ديت مما هتجيب الكلمات دي وتمليك في الصيف ماذا ستصنع المرة المقبلة لا تصرف قبل ان تفكر هذا صديق مخلص هذه عصفورة جميلة انت مهندس بارع دائم لا هتتمليها بعد كده لوحة الكلمات الشائعة الكلمات اللي اخدناها في القصة الاستماع كلها جايب الهلك هنا في الاخر كلمة ابي امي انا قالت وايضا في نعم هذا هذي يا كان هو الى والقل وعلى دي كلمات الشائعة وده الاجابات بتاعت الايه بتاعت الدروس اللي فات احنا كده خلصنا المحتوى كله خدنا نهاردة هؤلاء اسم اشارة للجمع خدنا ازاي عبر عن جملة خدنا النشيد وخدنا صدقاتنا اهم اشوفكم ان شاء الله في موعيد اخرى واي حد يحتاج اي حاجة انا تحت امر والناس اللي بتشوفش الحاس مسجقة دلوقتي لو في حاجة وقفت معاكم تمام يعني الناس كلها ما بتحضرش في رمضان فلو انت بتحلي الواجب او الناس اللي سايبها اخر شهر ده للاخر تمام لو في حاجة وقفت معاك ابعتلي تقولوا صحوان طيبين اه اه رمضان خلص عدى بسرعة جدا 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 طبعا نزعل جدا جدا على رمضان لكن اخر ليلة بنطالب ان احنا نفرح لان الفرحة فرحة العيد دي سنة سنة يعني احنا زعيين رمضان ماشي خلاص ان رمضان خلص بما فيه وما عليه وما لنا وما عليه لكن انت عندك العيد لازم تفرح تمام والعيد فرحة طبعا ومطلبين سنة الفرح اه اي حد عنده اي حاجة يسألني في اي وقت اشوفكم ان شاء الله على خير ان شاء الله في موعيد اخرى السنة الجاية اللي ستشترك من هنا في الفونيكس او ايا ان كان بقى تاني اللي انا تكون معايا في كرسي الفونيكس اشوفكم ان شاء الله اي حد اي حاجة تحت امر فقط شكرا جزيلا موات محمد شكرا وحضرك بخير كل يصيرك بخير مامي احمد ابراهيم فضل اه اشوفكم ان شاء الله السنة الجاية بازن الله يا احمد وتقريبا ان شاء الله جروب الشرح هيكون في شهر تمانية جريتو لاني منهج جريتو طويل جدا 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 غير اولى وكمان تلتة اطول فان شاء الله هنبدأ جروب المنهج طبعا هيكون في تفاصيل وهيكون في بوست بالاعلان عنه وريب ان شاء الله منه معنا خمسة وستة ومعك سبعة تلت شهور عندك كرسي فونيكس راجع منه عندك كرسي عربي عندك شروع الدرس الدرس ده عندك ماس تأسيس الترمي الاول ما تنسهوش عندك ماس الترمي الاول ما تنسهوش راجع منه تمام ونشوفكم ان شاء الله باذن الله حاضيك بخير مامane وعليكم جميعا باذن الله عيد سعيد عليكم ان شاء الله جميعا شوفكم ان شاء الله السنة الجاية بسبب اللي على خير سودعكم الله والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته. اشكر طبعا ياسين نوران شهد يوسف اه محمد عبدالزاهر احمد فضل لليان جنة محمود عبداللطيف سلم على جد سلم على جنة والنبس جنة هي موجودة قدامها الله يسلمك اه من تاني يا جنة معنا في الجروب ده? شهد تمام? من تاني? جودي? كده عشرة. عمر? من تاني. كادي? كلصون طيبين كلكم. مش عزم سحلش بحان سيزع. من تاني. جيرونيا متأسف جدا يا جيرونيا. في لسه في حد لسه في تلات اربعة كمان. طيب. ده 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 اللي انا فاكرو عند الوقت. وحظوك بخير كل استاذك بخير ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله اه على خير. انتو عملت له عليكم السنة دي. اه 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 مشيتوا صح وكويس جدا جدا جدا. وخليكم فخورون بنفسكم. فخورين بانفسكم. صدقوني. انا بيجي لي بلاوة على الخاص. تاني او تالتة لسه بديو. عايزين ياخدوا كرسي عربي. ولسه عايزين ياخدوا يتعلموا القرية وكتابة. فانتو الحمد لله. الحمد لله لله الفضل. انتو طلعين تانية. بتاع العرب كويس. بتاع الانجليز كويس. مش مطلوب منك الا ان انت المنهج بتاعك. تحفظه او تذكره عن ظهر قلب. وان شاء الله هتبقوا في افضل حال بازن الله. كل سوا حظاتكم بخير. اشوفكم على خير ان شاء الله بازن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا انا وقسطش معكم الان ده اخر حصة هو. الشرح الان ده اخر حصة. عشان ب بس محدش يقول المستر كلفت حاجة. لا انا والله الكل اللي عملته ان انا مش عايز بس امد اكتر من كده في حاجة في آآ الشهور الجاية. انا قلت اضغط الشهر الاخير وانتو براحتكم تذكروا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.